في الوقت الذي يشيد فيه السودان بمنجزات حكومته يحتفي قيس الخزعلي المدرج على قوائم الإرهاب وأحد أركان الإطار التنسيقي بمرور عشرين سنة على تأسيس ميليشيا العصائب التي يتزعمها رغم أنها تشكرت عام 2006 عقب انشقاقها عن ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر ضمن الصراع الذي نشب بين الطرفين على السطوة والنفوذ كذب الخزعلي لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى ادعائه بتنفيذ الميليشيا نحو خمسة آلاف عملية ضد القوات الأمريكية في العراق فيما تكشف وثائق أمريكية رفعت عنها السرية زيف الدعاءاته وكيف أنه تعاون مع الأمريكيين للإبلاغ عن قيادات في الميليشيات ومصادر تمويلها من إيران حين كان محتجز لديها في سجن بوكا عام 2007 لم يتدخر الخزعلي جهدا في القائمة بجعبته من تزوير وتزييف حيث ادعى أن تأسيس ميليشيا العصائب جاء امتثالا لما سماه بالتكليف الشرعي متحدثا في الوقت ذاته عن ضرورة زيادة الدعم لميليشيا الحجد عبر شمولها بكافة الامتيازات وإنشاء معسكرات رسمية لها مع تجهيزها بالأسلحات الحديثة وعلى غرار ما يدندن به زعماء الميليشيات منذ مقتل سليمان وأبو مهد المهندس وعجزهم عن تنفيذ وعودهم بالانتقام طالب الخزعلي برحيل القوات الامريكية وهو الذي حضر أمام أعين الجميع منتدى العراق بمشاركة السفيرة الامريكية في بغداد إلينا رومانوفيسكي ومساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى بارباراليوف وهما دفع موقع Long World Journal الامريكي إلى انتقاد موقف واشنطن الذي يتسم بالنفاق في تعامله مع الميليشيات في العراق مشيرا إلى أن تصنيف الخارجية الامريكية قيس الخزعلي على لائحة الإرهاب بسبب ظلوعه بالتسليح وتدريب الميليشيات كان يجب أن يحول دون حضور المسؤولين الامريكيين مؤتمرا يتحدث فيه زعيم ميليشي العصائب التي كانت طوال الأعوام الماضية واحدة من أهم الأدوات الوحشية لتنفيذ مشروع إيران التوسعي في العراق ترجمة نانسي قنقر